في سفر التكوين الفردوس المفقود في العهد الجديد الفردوس المردود يسوع نفسه واجه التجارب سواء في البستان في بستان جتسماني في اللحظات لما ألقي القبض عليه أو حتى في البرية لما واجه التجارب من الحي القديمة من الشيطان تعال بسرعة نشوف التجارب التي اتعرض لها الرب يسوع وإزاي قدر ينتصر ونشوف الطريقة اللي انتصر بها عشان نتعلم منها في إنجيل متى وأصحى حرب عام أصعد يسوع إلى البرية بالروح ليجرب من إبليس وده كان بعد مصام أربعين يوم وأربعين ليلة وجاع أخيرا المجرب بقى قال له إيه إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا برضو بدأ بسلاح الشك إن كنت أحقا قال الله نفس السلاح وده اللي بيوجهه لي وليك دلوقتي في القرن الواحد وعشرين فبيقول له هو يعلم تماما هو إنه ابن الله فبيقول له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا وعلى فكرة الطلب اللي هو بيطلبه ما فوش غلط يعني إيه الحجارة تصير خبز الله يقدر يعمل كده نعم لكن مبني على الشك فبالتالي الرب مش هيسمع له لا وكمان المسيح لم يصنع معجزة واحدة لفائدته الشخصية أيوة بالضبط طبعا طبعا بس شوف خطة الشيطان عايز يشكك ابن الله في من هو ده يعني أقول فجر يعني it's too much الحقيقة الرب ياسوب بقى أجابه وقال مكتوب ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله شوف الرد بتاع الرب ياسوب ما دخلش في حوار مع الشيطان زي ما الحواء دخلت لكن قال له مكتوب مكتوب إنه ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان فسكت الشيطان لأن كلمة الله أعلى من سلطان الشيطان وبعد كده الشيطان أخذه إلى المدينة المقدسة وقف على جناح الهيكل حتى في المكان المقدس الشيطان بيحاربنا حتى في الجنة الكاملة اللي اتكلمنا عنها الشيطان بيحاربنا فما نقدرش نقول هي الظروف اللي وقعتني مش الظروف لإني المسيح كان في أسوأ الظروف في البرية لكن انتصر حوى في أحسن الظروف في الجنة لكن اتهزمت فما نتحجكش بالظروف نعم نعتمد على الله قال له إيه أوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل شوف بقى الشيطان شاطر إزاي برضو بيشككه إن كنت ابن الله وبعد يقول له لأنه مكتوب أنه يوصل ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكلا يصدم بحجر رجلك فابتدى الشيطان يستخدم المكتوب زي ما المسيح انتصر بالمكتوب بيقول له مكتوب أيضا إنه ارمي نفسك والرب هيحفظك شيء جميل بقى للرب قاله في عدد سبعة من أصحى أربعة في إنجيل متى فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك فإحنا علينا نعرف المكتوب والمكتوب أيضا إن إحنا قارنين الروحيات بالروحيات إن إحنا نعرف كلمة الله كويس لأن الشيطان شاطر لأنه ممكن يستخدم الكلمة عشان يوقعنا زي ما كان بيحاول يعمل مع الرب هنا الشيطان موقفش عند كده يا أسيس نزار خده التجربة تلتة بعدها ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع الممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وزجدت لي شوف الشيطان خده علشان يوري له شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة كله متجمع في صورة العالم كله ولما تبص على العالم من قمة جبل شكله جميل لما الواحد بيكون في طيارة ويبص على المدينة شكلها مبهر مش عارف إن جوه في ناس عندهم ألم وناس في مستشفيات وناس مرضى ما بتشوفش ده بس بتشوف نور المدينة الجميل فشتان أخده على جبل عالي علشان يشوف كل ده ومجده وقال له أعطيك هذه جميعها فهو بيوعي حاجة ما قدرش يعملها على فكرة إن خررت وزجدت لي عايز الرب يسوع القدوس يسجد لي حناز قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب مش أحد يقول له أنت ملكش حق في الأرض دي أن الأرض وملكها للرب ما دخلش في نقاش بين مفاوضات بالضبط أنه مكتوب حناز قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وبعد في إنجيل تاني إنجيل لوأ بيقوله تركه إلى حين إلى حين فشوف بعد الهزائم المتكررة إنه تركه إلى حين حتى إنه على الصليب بيقوله إن كنت ابن الله انزل مش عشان ما يكملش عمل الفداء فقد كده إحنا عندنا عدو شرس جدا 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 ونحن لا نجهل أفكاره وعلينا بنعمة الرب والاتكال على المسيح وعلى كلمته الصادقة إن إحنا نحارب إبليس قوموا إبليس فيهرب منكم لكن ما ندخلش في حوار مع إبليس لأننا هنسقط فعندنا نموذجين لحواء وآدم اللي سقطوا ونموذج للرب يسوع الكامل اللي انتصر وانتصر بالمكتوب والشيطان كان عايز يشكلكم أحقا قال الله وده نفس المشكلة اللي بنواجه هذه الوقت اشتركوا في القناة